إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي مونير شحادة سيد مونير أهلاً وسهلاً بكم معنا نبدأ بالعبارة التي نسمعها دائماً وهي محاولات التوغل على محاور عدة أو الاشتباك على محاور عدة ما أبرز المحاور التي تشهد اشتباكات الآن؟ يعني منذ بداية إعلان إسرائيل بدء العمل العسكري بري كانت تركز على المحور الأوسط والشرقي اليوم هناك حشود يحكى عن حشود على محور علم الشعب وهو محور الغربي ولكن تنبهت له المقاومة واستطاعت أن تعرف أن هناك حشوداً في هذه المنطقة فاستهدفته بعدة صواريخ في هذه المنطقة محور لا تحدث عن هذه الجانب صحيح المنطقة الغربية صح قريبة من النقورة قيادة اليونيفل ويرون أيضاً فالمقاومة تنبهت لهذا الموضوع وقصفته بعدة صواريخ قالت إسرائيل أنها وجهت الفرقة 91 إلى هذه المنطقة الفرقة 91 هي تابعة للمنطقة الشمالية وهي أصلاً تستلم الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة منذ زمن فحشودها بدأت هناك وهي فرقة مدرعات الملفت أن هذه المنطقة شبه وعرة وليست سهلة بينما القطاع الأوسط هو أسهل جغرافياً أي أول فرقة مدرعات يتم استدعائها؟ لا الفرقة مدرعات موجودة أصلاً هي موجودة ولكن أنه لها دور آخر صحيح صحيح فإذا القطاع الأوسط والقطاع الشرقي جغرافياً أسهل بالنسبة لإسرائيل وحكوناها حاولت عدة مرات ورأت أن هناك جهد كبير للمقاومة في هذه المنطقة وقد منعت إسرائيل أن تتقدم ولو شبر واحد حتى أنها دخلت إلى ساحة مرور الراس فقصفتها اليوم المقاومة فإنها تحاول من منطقة القطاع الغربي منطقة علم الشعب منطقة علم الشعب شبه وعرة هذه المنطقة ولا زالت الحشود خارج الحدود اللبنانية نتوقع أن في الساعات المقبة يمكن أن يكون هناك تحرك إسرائيلي ولكن أظهرت المقاومة أن لديها القدرة على التصدي لها وخاصة أنها تمتلك ترسانة كبيرة من صواريخ المضادة للدبابات وهي صواريخ الكورنيت وصار الله تتحدث عن الحشود من تزال خارج خارج الحدود في علم الشعب في القطاع الغربي ماذا عن عملية تواغل شكية عن أنها دخلت إلى منطقة ساحة مرور الراس دخلت اليوم إسرائيل إلى ساحة مرور الراس فاستهدفتها المقاومة بصواريخ وبقزائف المدفعية أجبرتها على تراجع المناطق الأخرى لم تستطع إسرائيل الدخول إليها لذلك أنا أعتقد أنها تحولت إلى القطاع الغربي باعتقادها أن منطقة القطاع الغربي ليس هناك من حشود للمقاومة وهذا سوف يتتفاجأ في إسرائيل لأن المقاومة منتشر على طول حدود من النقورة وحتى الوزن يبدو بأن حزب الله بحسب التحليلات لا أدري إن كنت توافق على ذلك يسعى إلى خلق معادلة ردع جديدة عبر استهداف مناطق أوسع في الداخل الإسرائيلي حيفا بالتحديد هل ستنجح هذه الاستراتيجية في تحقيق هذا الردع المقاومة؟ يعني قلنا البارح أن طول فترة الحرب كانت المقاومة تتجنب استهداف المدنيين في الجانب الإسرائيلي منعا لتجنب منعا لإستهداف المدنيين في لبنان أما وقد قامت إسرائيل باستهداف المدنيين ودمرت مناطق قبيرة في الجنوب وفي الضاحية الجنوبية وفي البقاع فبدأت البارحة المقاومة بالمعادلة الجديدة استهدفت حيفا بعدة صواريخ باليستية وصواريخ عماد 1 و 2 و 3 أصابت مناطق مدنية رأينا مشاهدها البارحة هذه رسالة لإسرائيل ردعية أنك إذا استمرت في استهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية والمجمعات السكنية فسوف تكون حيفا هي المعادلة ما بين حيفا والضاحية المقاومة لم تستهدف تل أبيب كمجمعات سكنية لكي لا تعطي عزر لإسرائيل لكي تستهدف العاصمة بيروت فالمعادلة الآن وضعتها المقاومة هي حيفا مقابل الضاحية الجنوبية لذلك استمرت المقاومة البارحة واليوم باستهدف العمق الإسرائيلي إلى حيفا منذ قليل أطلقت بحدود الأربعين صاروخ يعني هذا يدل أن ما تقوم به إسرائيل من قصف عشوائي لن يؤتي بأي نتيجة لنحية ترسانة المقاومة كل ما تقوم به هي أن تدمر البنى التحتية لبيئة المقاومة تفصيل أخير ذكرناه في العرض قبل أن نتابع هذه الصور الحديث عن قوات اليونيفل الموجودة في النقورة لكن على ما يبدو لديها نقاط تمركس مناطق أخرى في جنوب لبنان هناك تحذير جدي من هذه القوات من النشاط العسكري الإسرائيلي هل هذا التحذير ربما يترجم في سياق تحركات أو ربما جهود أممية عبر التقارير التي ترفع هل هذا وارد أم أنه غير ممكن يعني تاريخ إسرائيل مليء بالاعتداء على قوات طوارئة دولية وكما ذكرت في تخريق سنة 96 مجزرة قانا استهدفت المدنيين الذين لجأوا تحت القبة الزرقاء فاستهدفتهم وارتكبت مجزرة كبيرة هناك عدة أحداث كمان إسرائيل استهدفت قصدا عناصر اليونيفل قنصت عسكريين من الوحدة الإسبانية اليونيفل قسمت القطاع إلى قطاعين شرقي وغربي لا يوجد هناك قطاع أوسط بالنسبة لليونيفل القطاع الغربي إيطالي وقطاع الشرقي إسباني وهناك وحدة ثالثة هي الفرنسية التي تقوم بالدوريات تنتشر وحدات اليونيفل من عدة جنسيات من النقورة وحتى الوزاني في عدة مراكز وعدة قيادة وحدات تنتشر في عدة مراكز وهي قريبة من الشريط الحدودي تتعرض في كثير من الأحيان للقصف الإسرائيلي شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجي مونير شحاد على وجودك معنا شكرا لك شكرا لك شكرا لك